اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بالأصالة عن نفسي وبنيابة عن أخواني وأخواتي منتسب وزارة التربية والتعليم والطلبة وأولياء أمورهم الكرام مشيدين جميعا بكل معاني الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي تجده وزارة التربية والتعليم في العهد الظاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ وفي الواقع أن الإنجازات التي تتحقق من خلال هذا الدعم اللامنقطع والتشجيع المستمر شمل جميع النواحي التي تختص بوزارة التربية والتعليم طبعا نشرفني نيابة عن جميع العاملين في قطاع النفط ومملكة البحرين أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة حلول عيد الوطني المجيد وعيد الجلوس وكذلك نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد حبيظه الله ورعاه وإلى كافة شعب البحرين متمنين لهم إن شاء الله كل الخير والتوفيق بإذن الله سنة صعبة على قطاع النفط بالذات خصوصا مع انخفاض سعار النفط في الفترة بين شهر 4 وشهر 6 طبعا الحسن الطالع سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استبق العالم في معرفة آثار هذه الجائحة فالبحرين استعدت أكثر من غيرها ونم نصل إلى وقف النشاط التجاري والاقتصادي بالكامل أتقدم باسمي وباسم كافة العاملات والعاملين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا الواقع عام 2020 كان عام صعب بالنسبة إلى العالم بأسره لكن هذه التجربة بيّنت نجاح مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التغلب على هذه المصاعب بمناسبة العيد الوطني المجيد وتولي حاصلة صاحب الجلالة الملك المفدة مغاليد الحكم أنتز هذه المناسبة أني أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدة وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء طبعا في العهد الزاهر لملكة البحرين الإنجازات تتولى سنة بعد سنة هذا العام برغم صعوبة 2020 والجائحة التي ألمت بالعالم كلها إلا أن البحرين تثبت مرة بعد أخرى أنها قادرة على الإنجاز الإشارات تتينا من كافة المنظمات الدولية على الإجراءات التي اتخذناها لتصدي للجائحة طبعا تعليمات وتوجيهات جهات الملك وسموي العهد رئيس الوزراء كانت واضحة أن نحن نبدل قصارى جهدنا ونوفر كافة الموارد على شخص أن نحن نوفر أحسن الإجراءات الرعاية الصحية لمواطنيننا والمقيمين في الملكة البحرين وهذا نعكس اليوم أن نشوف مواطنين يفتخرون بأداء حكومتهم وقيادتهم واهتمامهم بهم